جزء من هذه المحاضرة والمحاضرة طبعا هي طويلة بتحكي عن أهم الأعراض symptoms أو signs الأعراض والعلامات اللي من صادفة أو لازم نتعرف عليها في مجال psychiatry أو مجال الطب النفسي مثل ما حكينا هي المحاضرة طويلة رح اليوم إن شاء الله نحكي عن الجزء الثاني من هذه المحاضرة اللي في أهم الأعراض والعلامات اللي ممكن نحن تلزمنا أو لازم نعرفها في مجال الطب النفسي بالله اللي بتسمعوه بشكل كبير اللي هي الطرابات الكلام الطرابات التفكير الطرابات الperception أو الطرابات الإدراك والطرابات موضوع السلوك والطرابات المعرفية أو cognitive disorder اللي ممكن نشوفها وخصوصا في المرضى المرضى الزهانيين أو اللي بعنوه بالسايكوزز أو حتى طبعا بالأمراض النفسية كمان ممكن نشوفها مع مرضى الاكتئاب أو مرضى المود دي سوردر مثل الاكتئاب أو مثل بايبولارتي أو ما يسمى صناعي القطط مثل مرضى الهوس تمام فالأعراض والعلامات أغربهم جدا ولازم نعرفها وفي نسبة مليحة من الأسئلة إذا كان طبعا اعتمد النبوزج الأسئلة الفرنسي أو الأميركي يعني الأسئلة وتعددت الخيارات فبقول عودة في نسبة مليحة بين الأسئلة فيما يخص الأعراض والعلامات بلحكي على بالأعراض والعلامات بلحكي على الترابات الكلام أو يعني النغة نحن ممكن اللغة البحكية أو شون ممكن مرضى لعندنا اضطرابات عقلية أو نفسية شو طبيعة الاضطرابات ممكن أشوفها في لغتهم ودائما لازم تحطوا في بالكم هالكلمتين أن اللغة هي مرآة الأفكار اللغة أو الكلام هو مرآة الأفكار يعني الكلام هو ناجم عن شو المريض ممكن يكون ما يجوله في خاطره أو ما يجوله في عقله أو شو الشيء اللي أفكر فيه أو شو طريقة تفكيره أو شو ممكن هو أعبر عن أفكاره فالكلام هو نواة الأفكار الآن من اضطرابات الكلام وفي زماناتي أنا جبت سؤال فرنسي سؤال فرنسي اللي أسئل عليه مقالية اللي ما هي اضطرابات الكلام اللي بيشوفها في الأمراض النفسية أو طبعا شرح بسيط لهذه اضطرابات الكلام فبنشوف ان اضطرابات الكلام إما شخص بحكي كثير شخص بحكي كثير أي عنده اللي بحكي كثير بقوله عنده سر كلامي سر كلامي أو لوغو رهية السر الكلامي بيتميز اللي مثل الشخص العادي بقوله هاي بتقري كثير أو قرارة كثير هو بحكي كثير بس كلامه شو مترابط منطقي بس كلامه سريع كلامه سريع وكثير فهذا اللي بحكي كثير بس أهم الشي الشخص متل ما أنه ببيز اللي أشخاص بحكوا كثير بس اللي ما بخربطه بالحكي ما عنده خربطة بالحكي فبحكوا بس كلامه سريع أو سيل جارف لكلمات سريعة لكن تتميز بأنها منطقية ومترابطة أو بالعكس أشخاص ما بحكوا عنده بوفوريتي بوفوريتي يعني فقر في الكلام يعني بتسحب منه الكلمة سحب يعني ببرك بالحديث أو ببرك بالمجلس ما بشارك بالحديث وإذا شارك بالحديث جاوب على السؤال بكلمة لعب أو لا أو كلام مقتضب كلام بطيء ما فيه كبية يعني مثل ما بقوله بجواب على السؤال وهذا وما بشارك بالحديث وكلامه كتير أليل فباضطرابات الكلام اللي بيشوفه طبعا في خلاف الأمراض النفسية بيشوف أما شخص معناته بيحكي كتير هذا اللي بيحكي كتير بتميز اللي مثل أنه هو بيحكي كتير بس كلماته مترافطة أو كلامه مترافطة منطقة أو ما بيحكي ما بيحكي يعني عنده رضوب أو فقر بالكلام أو من الطرابات الكلام بيشوف أشخاص بهمس وهمس كأنه مثل واحد شخص لما تنام بدي يحكوا مع بعضهم أو بدي حكينه شغل ما بده حدا يسمعه فبروح بيهبوس بإدنه هاي ما على موضوع الهمس الهمس يعني بيحكي بصوت ما خفت جدا لا يكاد أن الشخص اللي بأبيله أو الشخص اللي بيركبه يعني يكاد لا يكاد أن يسمع صوته يعني مثل ما قاله لما واحد بيهبوس بإدنه التالي بس هذا طبيعة كلامه هو أو اللي بحكي بها دوبك تفهم عليه أو تسمع صوته أو يوصل لك صوته هي بحكي بكلام مخفت جدا أو من الطرابات الكلام اللي الشخص يكون عنده إيكوليليا إيكوليليا يعني إيكوليليا صداء لفظه إيكوليليا أو إيكوليليا اللي هو يكرر كلام الشخص اللي ما قابله تمام تكرر نفس الكلام طبعا تكرر نفس الكلام بدون آآ يعني بدون هدف يعني آآ 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 مثلا بتقوله آآ إذا قاله الدكتور مثلا آآ اللي شو اسمك برجع بقول شو اسمك إذا قاله وين ساكن وين ساكن فا بكرر كلام الشخص المؤبيل الإيكوليليا مثل ما تعرفوا في إيكوليليا وفي إيكوبريكسيا إيكوبريكسيا هي الصداء الحركي اللي ممكن أن الشخص مقلد نفس حركات الشخص الفاحص أو الشخص المؤبيل بس هي طبعا الإيكوبريكسيا هي من اضطرابات الحركة أو الموفمت وليس من اضطرابات الكلام فكمان من اضطرابات الكلام هو الصداء اللفظي من اضطرابات الكلام اللي شخص ما بحكي شو ما سألتم كون عنده متزم أو ما يسمى الصماط وأكثر الصماط أو المتزم بنشوف في الناس اللي عندهم أعراض تحويلية الـ يعني اللي بصير وخصوصا هو كي يشوف باللساء أو الأشخاص اللي بتعرضوا ل نشدة نشدة الفعالية وهي الشدة من وضوع الفعالية اللي هو فيه شيء أمور ما بدر بحكيها أو هو صعب يحكيها فشو بختار بختار الصمط فهو فقد التصويت اللي بتزم فقد التصويت اللي سبب نفسي ما عنده شيء عضوي شوه ما بعرف أن السبب نفسي وأن عضوي لما شخص عنده بتزم وما بحكي بنطلب منه اللي يسعل بنطلب المريض اللي يسعل بسعل بطلع صماط معناها الحبارة الصوتية ما فيه شيء فهو ما عبنط اختياره ما عبنط هو اللي بول اللي هو أخرص أو خريس فما عبنط لسبب نفسي وليس لسبب عضوي وهذا مثل ما أنه بيشوفه كتير في الطرابات التحويلية أو الكلفيرجن أو سميه أو سموه عادة نيروزز المتعارف عليها بوحدات الاميرجنسي أو وحدات الاسعاف هو عنده هذا اللي ما عبنط لسبب نيروزز أو لسبب نفسي فالبوتزم اللي شخص بختار اللي ما يبحتي بسبب مثل ما أنه بسبب نفسي وليس عضوي شباب بعرف اللي بطب من المريض اللي مثل ما أنه يسعل فبسعل بطلع صوت فالحجارة الصوتية ما فيها شي ففقد التصويت هو لسبب نفسي وبنشوف هاي مثل ما أنا نشوف أكتر بوجود شدات انفعالية أو أزمة انفعالية فبختار المريض أو المريضة تختار الصمت لأن اللي فيه شي ما بده تحكيه أو ما ممكن تحكيه فاضطرابات موضوع الكلام اللي بنشوف طبعا اللي في الطب النفسي حكينا عندهم فيه اضطراب اللغة اللي المكتوبة المكتوبة وليس المحكية يعني بقول لك اللي لبنطلب المريض اللي يكتب مثلا المريض ما عم بحكيه عنده متزم بقول له ممكن طيب كتوب شو عم بصير معك كتوب كتابة نعرف ما عم تقدر تحكيه أو ما بدك تحكيه أو أنت مالك مختار أنت تحكيه أو صعب تحكيه ففيك نكتب فممكن فيه أشخاص حتى عندهم مشكلة في اللغة المكتوبة رغم أنه كون شخص طبعا موقم بيه بيعرف يكتب يعرف يقرأ واصل لمرحلة مرحلة معينة من أكاديمية تمام هو بيعرف يكتب بس بتلاقي أنه بكتب بشكل خربشات يعني بشكل خربشات ما مفهوم شو حتى لعبته ما مفهوم تمام فهي أهم اضطرابات الكلام ومثل أنها نكون هي اضطرابات اللي بنشوفها اضطرابات الكلام بنشوفها بالطب النفسي في شي كمان اسمه الابتداع اللغوي أو يسمى اللغة الجديدة أو نيولوكزم اللي هو المريض بحكي بس بلغة ما حدا يفهم عليه هو لغة هو اخترع أو هو اللي هو اللي حاوله ما حدا يفهم عليه غير هو فممكن يكون الابتداع اللغوي أو يحكي بلغة ما حدا يفهم عليه لغة جديدة تمام غير مفهومة تماما وهي بتكون من اختراعه فمعناتها اللي بنفهم بالكلام أو بالاعراض والعلامات اللي فيه عدي اهم اضطرابات الكلام اللي بشوفها في الامراض النفسية أو اضطرابات الكلام الموجودة في الاضطرابات النفسية ومثلوا انه هذا اجه سؤال لما كانت الاسئلة مقالية تمام شو هي اضطرابات الكلام وطبعا مع شرحة اللي شرحة شايفين اللي شرحة هو عبارة انه لا يتجاوز السطر شرح كل اضطراب ومثل ما عنا هي هاي الاضطرابات طبعا كان اشوفها في اضطرابات الكلام كان اشوفها مجموعة مختلفة ومتنوعة من الاضطرابات النفسية فالاضطرابات الكلام عتب العيد اما ابتداء لغوي يعني بحكي لغة جديدة غير مفهومة او بحكي كتير سر كلامي لكن بيست السر الكلامي اللي انت بتقدر تفهمها المريض او عالشخص لان اللي كلماته مترابطة ومنطقية بس فيها سرعة بطء بالكلام بحكي في كلمات مقتضبة ودوه يجواب بعد السؤال بكلمات مقتضبة وصوت مخفب ورتيب كلام وعلي اليل او اللي هو بحكي الايكوليليا صداء نفظي اللي بكرر الكلمات الفاحس يعني شو ما قال فاحس بكرر الكلمات دون هدف او بختار الصمت الموتزم اللي مثل ما كان اشوف كتير هاي بالاضطرابات التحويلية اللي بكون ان الشخص يفقد التصوير بسبب نفسي وليس بسبب عضوي وفي عنا الهمس مثل كان شخص مهمس في عدة تالي هو دوب وكلامه دوب الكلام او بتكلم بصوت مخفت جدا يكاد يكون اهم اضطرابات الكلام او اضطرابات الكلام اللي بشوف في ال في ال امراض النفسية عمول عمول بشوف هاي الاضطرابات هلأ اذا نزلنا شوي بالمحاضرة في عنا تعريف الموت وتعريف الافكت يعني في تعريف للمزاج وفي تعريف للوجدان وهذا يعني احيان بصير فيه خربطة كبيرة بس رح نركز مثل ما حكينا ان نركز على الشي المهم بالنسبة النا والنسبة الكل واللي هو نازم يضل معكم او شيء اساسي بالنسبة الكل رح 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 نجي على الزوت أو التفكير التفكير الطوة واضطرابات التفكير طبعا التفكير بقولك التفكير الناضج امد بنقول هذا الشخص عنده تفكير ناضج لما بربط لأسباب النتائج يعني البروسيس يعني هو وصل لها النتيجة نتيجة ربط منطقي أو ربط لأسباب النتائج بشكل بشكل منطقي فهذا التفكير ناضج او سوي وهذا التفكير طبعا الناضج او السوي ما بولد مع الشخص ما بولد مع الشخص لكن هذا موضوع التفكير طبعا ممكن هو من الوقت ما يكون الطفل يعني أثناء تطوره الروحي والحركي والنفسي والتجارب اللي هو او بعالي منه او بختبرها فممكن يوصل لموضوع هذا التفكير الناضج ليش مهمنا هذا موضوع التفكير لأن التفكير مثل ما التفكير السوي هو بربط لأسباب المسببات بالنتائج يعني أنا لأني ساويت هيك فوصلنا لهذه النتيجة فهو بربط بشكل منطقي اللي اللي ما وصلنا لهالنتيجة إلا نتيجة الأسباب اللي 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 هي واحد دين ثلاثة بينما طبعا اللي مثل ما أنا الأشخاص أو الإنسان بعبر عن ما يجول في خاطره بعبر عن هاي التفكير شو دي يعبر عن طريق الكلام مثل ما حكينا اللي الكلام هو مرآة لأفكار فأنا شو بدور براسي من أفكار شو بدور براسي من بالأشياء فأنا شو بدي يعبر عنه عن طريق الكلام طبعا التفكير التفكير هو عندنا ثلاث محاور بالتفكير هو شكل وبجرة وبحتوى وبلكية واللي بهم له بشكل موضوع أساسي وأكتر شي طبعا بهم كنندوك طلاب طب هو التراب محتوى التفكير التراب محتوى التفكير اللي مقصود فيه اللي هو الدليوجن أو التواهمات هاي أكتر موضوع شغلة اللي اللي بتهم له أو لازم تضل في بالكم هي لما شو تعريف التواهم وين بكون التواهم هذا الاضطراب وين بكون موجود و الموضوع التواهمات هي من الأعراض الموضوع الأساسية الأعراض الموضوع الأساسية الأساسية في أشخيص الزهان أو يعني شخص عم توهم فشو التواهم تعريف التواهم وهوب جدا التواهم وهوب جدا التعريف وكل كلبي بالتعريف إلى دلالة كل كلبي بالتعريف لها دلالة فالتواهم فالتواهم أو الشي لازم تعرف تعرف اللي طبعا بالإنجليزي بورا دفته بالإنجليزي أمر مهم يعني إذا إحنا لنا لك عرف الدليوجن والله أنا شو هاي الدليوجن تمام شو هاي ترجبت لازم تعرف هاي الكلمة باللغة الإنجليزية اللي تعرف فالدليوجن قلنا هو عبارة عن توهم طب شو التوهم بقول لك التوهم مثل بقول لك كل كلمة بتعريف التوهم هي إلى دلالة وهي يعني أبني عليها بقول لك التوهم هو اعتقاد خاطئ وراسخ أو سابت يعني فكس فالس بيليف اعتقاد خاطئ سابت طيب خاطئ موضوع سابت هذا الاعتقاد شون أجل المريض بقول لك يرتكز على استنتاج غير دقيق للوقائع أو للواقع الخارجي طيب بعد الأول شيء التوهم هو التراب ويل هو التراب بالتفكير والتراب هو في الكونتاكت تبع التفكير في محتوى التفكير تعريفه اللي هو اعتقاد خاطئ سابت طيب الاعتقاد خاطئ سابت يرتكز على استنتاج غير دقيق للواقع موضوع الخارجي يعني مثلا اللي شخص بتوهم أو عده توهم اللي زوجته عبدخوله أو فيه خيانة زوجية أو خيانة الشريك أو الشريك غير الشريك الجنسي غير مخلص فهذا الاعتقاد ممكن يكون صح ممكن يكون غلط قيمة ماقول هذا الاعتقاد هو توهم لبه هذا الاعتقاد بقول عنه توهم لبه بروح بدور وبسأل وبستفسر اللي شو اللي خلاك تقول اللي انت زوجتك هي عبدخولك أو زوجتك هي العلاقة العلاقة بسين أو عين بين الناس شو الأدلة أو شو الدليل اللي اللي انت ارتكست عليه اللي زوجتك هي عبدخولك أو هي غير مخلصة تمام بيجي بقول اللي والله هي بتطلع مثلا اللي بتطلع موضوع بالبيت تنزل على السوق بتغيب أكتر من ربع ساعة وترجع على البيت أو نص ساعة وترجع على البيت طب نزع السوق ده إنشان تقيس الطريق ولا تنزل تتأخر والله هي لما دخلت على البيت دخلت على البيت بعد ما هي دخلت على البيت أجا موضوع جارنا بعد شي في ربع ساعة أجا الجار في ربع ساعة وكمان أجا على بيته شو ربط هاي بهاي شو يعني إذا أجا هو مثلا على بيته بعد ما هي أجد على البيت في ربع ساعة فبعنا تهي كانت معه أو هي على علاقة معه فهذا الاعتقام مثل ما قال مبني على أصص أو مرتقز على استنتاج غير دقيق للواقع الخارجي أو مثلا بتقول له اللي زوجته يقول هي ما تشتغل شي برا البيت وما بتطلع برا البيت وإذا طلعت برا البيت يعني ما بتطلع غير بإذنه وما بتطلع غير معه طب شو انت كلامك صحة موضوع كلامك لحتى بتقول اللي زوجتك غير مخلصة بقول لك لو هي ما تطلع برا البيت لو هي هو بجي لعد على البيت أنا بقول مثلا بقول أنا بالبيت دائما بنا هي بتضل موضوع سهراني شان تطلع تشوفه على سطوح أو ينزل هو من سطوح وبره طلعت تفقت باب سطوح لقيت باب سطوح مقفول أو زي مستزي لأ اللي هي اللي الباب تعيفه أو تسده شاريجي موضوع بالليل رغم هو زوجه موجود فالتوح هذا هو التوح معنات التوح هو اعتقاد خاطئ وثابت وهذا الاعتقاد مثل ما أنه غير مرتكز أو يرتكز على استنداج غير دقيق للواقع الخارجي قيمت طبعا من صفات التوح بنقول اللي لازم يكون اللي هات الاعتقاد غير قابل للملاقش والتصحيح يعني شقد ما حاولت تقلع هذا الشخص أو تبرر أو تناقش وتقدم له أدلة وتحاول تصححه أبدا ما بقتنق وأبدا ما اللي هو ممكن يصحح هاي الأفكار ويقول لا أنا بجوز مأخطئ أنا بجوز ظلمت أنا بجوز يعني كنت عبي أخي عبي شك مجرد شك لا هو واصل بواصله طبعا لمرحلة التوهم بتجزم بجوزم بجوزم أنا بتأكد مية بالمية اللي هي عبتخون لي فهذا الشخص اللي بقول اللي واصل لمرحلة الدليوجن أو مرحلة موضوع التوهم وطبعا وطبعا الأشخاص اللي اللي عندهم هذا موضوع التوهم أو التوهمات ممكن يشكلوا خطر على الآخرين يعني ممير حاجاني شخص طبعا بتجوز عنده خلسولان عايش في مخيم هذا موضوع الشخص بتعرف مخيمات بعبوله مي بعبوله مي بمي على طريق السوتيران فالمخيمات تعرفوا الله يساعد الناس اللي هي الخيم كله كله في بعض أو مع بعض فهذا الجي عبي مي والسوتير جاي عبي مي لجار لجار طلع لفوق طلع لفوق الخزان طبعا بكون يعني على علو حيطين على السطح طالع عبي طبعا اكشف على الخيم الخيم الموجود الموجود في هذا الشخص مع زوجته ففكر اللي هو اللي زوجته على علاقة مع هذا الشخص وفي بينات الموعد تمام وطلع موضوع اللي عبحكي عبحكي معه فصارت راح تهجم على هذا موضوع الشخص وكان راح يقتله وراح جاب روسية وضرب بأدام بإدن زوجته نتيجة اللي هو شك اللي عبشك اللي هي اللي على علاقة ب هذا موضوع الشخص لما أجا أبوه سألنا على الوضع اللي يا دكتور حتى هو بشك سألته اللي بشك هذول الولاد مال ولاده يعني اللي هو مدام بشك بزوجته أي حركة بره أي حركة موضوع بره يعني حدا بشي جنب الخيمة حدا موضوع طلع على دورة المياه ما بتحس ولا صار خلق بره خلق بره اللي في حدا عبي عبي تلصص عليه وعلى زوجته فهذا التوهم هذا موضوع التوهم اللي معناته هو اعتقاد خاطئ جازم غير قابل للتصحيح غير قابل طبعا يرتكز على استنتاج غير دقيق خارجي طبعا التوهمات التوهم شو بقول لي يا دكتور شو نحل نتصرف باع المريض أو شلون ممكن نتصرف باع هاي التوهمات اللي اللي هي موجودة عنده نحل بقول لهم اللي انت لازم أو الاشخاص المحيطين فيه لازم ياخدوا مرحلة أو صفة الحيات يعني شو صفة الحيات ما بصير توافقه ما بصير اوافقه اللي اه تمام صحيح انت فعلا زوجتك ممكن يكون هيك يا أخي اجاب هذا لهون بهذا التوقيت وزوجتك ايش كانت عم تساوي برا لما هو كان موجود بنفس الوقت فهون اذا انت وافقته طبعا فانت عم تعزز هي التوهمات السابتة بالأصل عنده طيب اذا قلنا له لا اللي اللي انت عم تخرف انت عم تتوهم انت شخص جليت انت شخص فقدت عقلك شو مكون ساوينا شو ساوينا كون استغزينا على الشخص وصار عنده هياج نفسي حركي وممكن يصير اللي يرتكب موضوع جريمة نتيجة انت ممكن انت به كلامك اللي انت شو عب تخرف شو عب تساوي شو عب تتوهم بلي جيب هذا موضوع الحكي تمام فممكن يصير عنده هياج نفسي حركي اللي انت تعلق معه او يرتكب جريمة نتيجة هذا الامر فالموقف او موقف الاخرين بالتوهمات او بالاوهام اللي بعاني بلنا الاشخاص هو موقف اللي يكون موقف الحياد لان شو تعريف نرجع ليش انها التعريف وكل كلمة بالتعريف مهمة لان تعريف التوهم مثل ما حكينا هو اعتقاد خاطئ سابت راسخ تمام سابت وراسخ وغير قابل للتصحيح وغير قابل للمناقشة تمام فهو هو بالاصل ما صار توهم الا انتبقت عليه انتبق عليه هذا التعريف فمعناته شو ما انت حاولت تاخد وتعطي حكيك بالارض وحكيك ما ممكن يؤدي مثل ما او يؤدي لنتيجة يعني مثل شخص مثلا بقول لك انا البهدي طيب انت موضوع البهدي هو عنده توهمات عظمية او توهمات دينية ولك اخي انا البهدي بتقول تجيب بتقول له شو العلامات اللي انت البهدي يعني انا البهدي ورب العالمين بعسني وانا هاي بالعلامات الساعة الكبرى وهو الاخري طيب شو علامة انت البهدي شو انت اسمك مثلا اسمك خلف اسمك جاسم هاللي هو المهدي ما هو هيك اسمه يكون اسمه على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بقول لك لا انا المهدي يصر انه هو هو موضوع المهدي اذا اخدت وعطيت معه كثير وجادلته جادلته فمو كان اللي مثل ما انه هو يصير عنده هياجة واستسارة مو كان اللي يضربك واذا جيت قلت له ايه تمام وافقته طيب ايه تمام خلينا نضحك عليه ونقول له ايه مظبوط وانت المهدي وانت هي العلامات اللي انت عم تقول عليها هي علامات فعلا ظهور المهدي ونحن في اخر الزمان يعني اذا وافقته على تواخبه ايه هو بالاصر عم توهم جيت عززت له هذا الفكرة او هذا او هاي توهم فموقف الناس او الفاحص او الاشخاص من التوهمات اللي بعاني من الشخص لازم يكون موقف حيادي لا ايه ولا لا لا اني ايجابي مضبوط كلامك ولا اني لا هذا الكلام اللي كله انت شو عب تخرب وانت جليت او انت فصلت او انت وضعك مثل ما قالنا هو وضعك اللي صار لك جنان او فصام تمام اي سؤال لحد الان بالنسبة لاضطراب مجرى اننا حكينا اضطراب الكلام وحكينا بلشنا نحكي على التوهمات في اي سؤال او تعليق او مداخلة قبل ما نكفي عشي الحكينا او الحكينا لحد الان سابت او اني ماشي الحال او بس حدا يأكد دكتور بس بالنسبة للاضطرابات للكلام شو اكتر يعني نوع ممكن يجي فيه المريض للعيادة او هلا المريض مو هيك عم تحكي ايه ايه طيب الاضطرابات الكلام بطل ما انه هاي الاضطرابات الكلام الاضطرابات النفسية الاضطرابات النفسية والعقلية الكل كل اضطراب بيجي حسب يعني حسب التشخيص المريض او الحالة المرضية اللي بعاني منه الشخص يعني مثلا اذا اجاني مريض مانيا او مريض هوس معروفة من اعراض الهوس اللي هي سر الكلام يعني بيجي مريض بتلاقي ما بيعطي دور لحدا عابيحكي وميسك بيستلم الحديث من اول ولي اخر وصعب مقاطعته هذا مريض الهوس من الاعراض الهوس هو موضوع سر الكلام كل كلامه مترابط مثل انه مترابط ومنطقي بس احيانا من كتر ما بيحكي بصير بصير عنده تطاير افكار يعني عنده ضغط افكار فبصير عنده تطاير افكار من كتر ما بيحكي مثل ما بقوله بالعمية شخص مثل من كتر ما بحكي بصير بضيع أو بخربط شو كان عبحكي قبل على إيش كان عبحكي مثلا مريض مريض على الاضطراب التحويلي أو الconversion disorder بيجي بوتزم بيجي بسيكت صامت اضطراب تحويلي بمكن يجينا بموتزم بمكن الاضطراب مثلا فقر الكلام أو عي الكلام أو نضوب الكلام أشوفه عند مريض الدبرشان مريض الاكتئام تسحبه منه كل مسحب ما بشارك بالحديث بجيب نعم أو لا أو بمكن حتى ما يجيب نعم أو لا بهزب راسه طاول على الخالص ما عنده كلام طاول تمام فالاضطرابات الكلام هاي نحن نطلوب تعرفوا هاي اضطرابات الكلام شو الوين مقترني اضطرابات الكلام بالاضطرابات النفسية لحالكم لما مناخد الاضطرابات النفسية ممكن نشوفوا هذا الاضطراب ممكن يترافق مع شو بالاضطرابات النفسية طيب نكفي إذا نحن قلنا على التوهبات التوهبات أمر مهم جدا مثل ما أنا بالنسبة بالأعراض أو العلمات اللي بيشوفها عد الورضة وخصوصي المرضة اللي ممكن يكون عندهم اضطرابات موضوع عقلية ونفسية يعني ممكن أنا طبعا التوهبات لو نحكي التوهبات أو الاهلاسات اللي راح نحكي عنها بعد شوي ممكن هي تكون التوهبات هي من الأعراض الأساسية للاضطرابات الزهانية أو السايكوزز وممكن التوهبات أو الاهلاسات أنا أشوفها على أرضية مرض نفسي أو حالة مرضية سابقة يعني طبعا هذا الأمور هلله بالبداية ممكن غيصير عندكم إحاطة إحاطة خلينا نقول شاملة بالنسبة للشيء اللي عم بحكيه بس مع الوقت ولما بناخد الاضطرابات النفسية ونخوض فيها أكتر فبتصير عندكم ربط لهذا الشيء اللي عم نحكيه فمثل ما أن التوهبات هي من الأعراض الأساسية والاهلاسات من الأعراض الأساسية اللي ممكن يشوفها بمرضى الزهان أو السايكوزيس أو اللي أصطلاحه على السكيزوفريني أو الفصام هي من الأعراض الزهانية الأساسية للتوهبات والاهلاسات بس هذه بشكل بشكل سيكمدري ممكن شخص عنده اكتئاب عنده اكتئاب وبعد الاكتئاب صار الاكتئاب عنده زادت شدة الاكتئاب وحالته الاكتئاب صار عنده طوهمات طوهمات مثل طوهمات الطوهمات لوب الزات أو الطوهمات العدمية اللي أنا ما بس وشي أنا ما ساويت شي أنا راح اعتاز الناس أنا راح اشحد في الشوارع أنا شخص الناس كله بتكرهلي الناس كله موضوع ما بتحبني أنا ما ساويت شي بحياتي أنا اذا متت ورحت ما حدا بحس فيني أنا اصلا مالي موجود أنا شخص بالي مثل مؤلمة مالي موجود أنا شخص ميت أنا موضوع ميت وبصير بالمراحل المتقدمة بالمراحل الشديدة بالاكتئام في شي اسمه بتلازمة كوتار اللي بصير الشخص اللي هو بفكر حاله بيت فالميت لا بياكل لا بشرب لا بتحرك فهو اللي بوصل لمرحلة باعتقد اللي هو شخص بيت فبصير ما بياكل ولا بتحرك ولا بحكي وهذا موضوع الشخص يعني هو مثل ما أنه في الحالات الشديدة من الاكتئام هو جزره كان اكتئام بعدين صار يتوهم أنه اتطورت حالته أو في الحالات المراحل الشديدة من الاكتئام صير عنده توهومات هي مثل ما أنه توهومات التوهومات العدبية أو التوهومات الزم أو توهومات الأسم أو توهومات التوهومات الابتهادية تمام فالتوهومات إما بتكون هي أساسية أو بريماري وهي بيشوف أكتر شي مع المرضى الزهاليين وممكن تكون سانوية عند مرضى مثل ما ضربنا مثال مريض عنده اكتئام وهذا موضوع الاكتئام صار اكتئام شديد والاكتئام الشديد ما بكفي بأعراض الاكتئاب والأعراض المزاجية صارت تطورت عنده أعراض زهانية اللي هي التوهومات أنه هو مثل ما أنه هو ولا شي هو رح يحتاز الناس هو خسر الموضوع كل شي هو هو أصلا ما سوا شي بحياته هو إذا مات وراح ما حدا رح يشعر فيه هو شخص ميت تمام فالميت ما لازم يأكل أو ما بيأكل ولا بيشرب ولا بيحكي تمام أو مثل مريض الميديا أو مريض الهوس اللي بكون عنده مزاج منتشي أو مزاج مرتفع وعنده سر كلامي وعنده فرط ثقة بالنفس وهو بفهم بكل شي ممكن لهاي فرط الثقة بالنفس أو هو بفهم بكل شي تتوصل عنده لأفكار عظمي والأفكار العظمي تتوصل لتواخمات عظمي أو يعني يعني بصير بقول لك أنا ملك العالم أنا رئيس العالم أنا مسؤول مسؤول عن كل المصاري بتدخل للمحرر أنا عندي بند خاص فيني موجود في الدانة أنا 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 يعني صاري توهم تواخمات عظمي هو شو أصل مرضه أصل مرضه هوس هوس عنده أعراض هوس في شدة موضوع الهوس صار عنده أعراض سهانية الأعراض السهانية هي مثل أنها تواخمات صار تواخمات عظمي هو ملك الكون هو رئيس العالم هو بيحرك بيأصبعتين بحرك ومحرك القرى الأرضية تمام فهي توهمات عظمي مرافقة للهوس فمعنات التواخمات أما تكون primary يعني هي بدئية ما نشوفها من دون أسباب واضحة أو بتكون secondary سنوية يعني شخص عنده اكتياب وشدة الاكتياب صار عنده أوهام وشخص هواس مثلاً بينيام وشدة موضوع الهواس أو أعراض الهواس صار عنده توهمات مثل توهمات العظمي فمعنات التوهمات أما بتكون بدئية أو بتكون سانوية الآن بيجي نقول أنواع التوهمات التوهمات في أنواع كتير ونحن عادة أصناء أصناء الفحص أو أصناء أنا أصناء الفحص يعني شو ممكن أنا أسأل بحس في هذا الشخص مريض زهاني لأدامي مريض زهاني أو حتى مثل ما أنه هو مريض مثلاً عنده اكتياب بس حالته شديدة ويمكن يكون معه توهمات أو مريض هواس وممكن يكون حالته شديدة ويمكن يكون معه توهمات فأنا بسأل على التوهمات فأقول له بتحس أني فرضاً اللي الناس هي ضدك وأنه أنت شخص الناس بتتآمر عليك الناس ما بتتردلك الخير في ناس عبتحاول تشوي سمعتك في ناس عبتحاول تأذيك في ناس عبتحاول تتآمر عليك فأنا شو هيكون عبسأله عبسأله على التواهمات الابطهادية التواهمات الابطهادية أو Persecution Persecution Delusion of Persecution النوع من أنه عبسأله التواهمات الابطهادية بقول لك أنا ما في حدا بحبني أصلاً الناس كلها ضدي كلهم عم بتآمروا علي كلهم عم بحاولوا يؤذوني وأولهم مثلا بقول لك أهلي أبوي أمي أصلا أمي هاي موضوع هاي عدوتي هاي أمي عدوتي لأني هي ما جوزتني وخلتني بيركي عندها خدامي عشان أضل عندها خدامي وأخذهم خواتي اللي جوزتهم وجاهن ولاده كل ما أجوا عالبيت اللي عندها ما بتخليهني يشتغلوا شيء وأنا بدها تخليني أشتغل كل شيء وحتى أشلوا نولادهم أطعميهم وأطبخوا أجلي وإلى آخره فهي ما جوزتني له هاي الغاية هاي التوهمات الاضطهادية التوهمات موضوع الاضطهادية هيك ممكن في سياق الفحص النفسي أو فحص الحالة العقلية اللي المريض يعبر عن هاي التوهمات بهذا بهذا الشيء هننا عبحطولي شيء هننا عبحطولي شيء جوه الأكل أو جوه المي أو بحطولي سم بالأكل أو بالمي شان يخلصوا منلي شان يتخلصوا منلي شان ياخدوا ياخدوا ورتي تمام لأنه اللي بيستعروا منلي يعني اللي ما بمعتبريني أنا موضوع قبله هذا الكلام اللي بحكيه عادة موضوع المريض اللي يشير إلى توهمات موضوع التوهمات الاضطهادية هو شخص مضطهد هو شخص مضطهد من قبل الآخرين أو بلسأله أنت بتحس حالك يعني أنت عندك شيء موجود عند غيرك أو عندك شيء أكتر من من البشر أو في شيء ببيزك عن البشر ممكن يكون شغلة خارقة أو حلم أو معرفة أو قدرة ايه بقول لك أنا أنا بزل علي الوحي أو أنا رب العالمين بكلم لي أو أنا ممكن أنا أرفع السماعة هيك وأحكي مع أردوغان وواء إلى خير بتشوفوا اللي فات اللي بالحيط أو هو بحكي لك اللي هو شغلة كبيرة وعنده شيء وطبعا هذا ليش أنه توهم اللي هو بشوفه إنسان يعني أنت بتعرفه هو إنسان بسيط هو إنسان ما هو ديريس هو إنسان مثلا ما له علاقات هو شخص عامل عادي هو هو وبيجي بقول لك أنا آآ آآ عدي مطمئن الله عدي تواصل مع الشخصيات أنا بقدر أنا بقدر بحل المشكلة السورية هلأ خلال النصة بقدر بحل المشكلة السورية أو اللي ببعب بنزل علي الوحي أو أنا رب العالمين أو إلى آخره فهذا توهمات الغرانديوز أو توهمات العظمة وبيشوف أكتر شي في مرضى المينية أو مرضى الهوز وممكن أشوفها في مرضى سكيزوفريد توهمات مثلا بقول لك توهمات الإشارة شلوهم نسأل عنها بلقول له لما أنت بتكون مثلا ماشي بالشارع وبتلاقي اتنين عبيحكوا مع بعضهم فبتفكر لني عبيحكوا عليك ايه بقول لك أنا لما ممشي مثلا بالشارع بحس كل الناس عبتحكي علي أو كل الناس عبتهمس علي أو بتأشر علي بحست مثلا إذا مسكت الهاتف أو اللي بقى بنشرات الأخبار أو هذا الشريط الأخباري اللي بشوفه تحت اللي هدول اللي أنا المقصود بهذا الكلام أو أنا المقصود في كلام المزيع أو المزيع أو إذا طلع موضوع شي على مثلا شاب منشور على الفيس أو أو إلى آخر فهو المقصود في هذا الكلام في هذا الريفيرانس الريفيرانس أو أني أوهام الإشارة أو أوهام الإسناد تمام في توهمات مثلا فيه بنسأل على توهمات أو المراقبة تقول له أنت فيه تحس حالك أني أنت وين ما رحت وين ما جيت الناس أو فيه أشخاص بلاحقوك بيعرفو تحركاتك برابوك بقول لك أنا بالبيت أنا بالبيت بحس أني أنا شخص مراقب فيه كاميرات فيه كاميرات جوه بوضوع البيت حيث أنه بوضوع بالسقف بيعرفو تحركاتي أو أنا بتلاقي أشخاص عدوا تواهم بالمراقبة شديد جدا هو تصوروا اللي كل عدوا في كل الشبابي كله بسكره بسكر كل الشبابي بسكر المرادي طبعا بالليل وبالهار كان ما حدا اللي هو بعتقد أن الجيران عبرقبوه أو عبرعرفوا هي مثلا عم تغير غراضة هي عم تدخل عن حمام هي هي فبتلاقي أنه كل البواب وكل الشبابي كله مسكر وكله براضي لأنه هو عنده طواهم مثل ما أنه مراقبة أو ملاحقة مثل كان عندي مريض هو موجود في تركيا وبعدين أجع سوريا لما تعب في تركيا كان وشو وشو تعب تعرفوا بتركيا أني وين ما رحتي بقينا سمبر ماركت بالشارع عاسي شارات اللي مروا كله فيها كاميران والمخابرات التركية عم ترائبني وشون عم ترائبني وكل الكاميرات الموجودة إذا دخلت على محل خضرة إذا دخلت على سمبر ماركت إذا أنا ماشي بالشارع كلها موضوع فيها كاميرات يا دكتور وهي الكاميران اللي عم ترائبني فيها المخابرات موضوع تركي فهي أوهام المراقبة اللي هذا الشخص حس حاله اللي مراقبة فيه أوهام طبعا الأوهام اللي اللي احنا كمان بنركز عليها قلنا كمان التوهمات الخيانة أو الغيرة أو الخيانة أو الخاصة بالشريك الجنسي ومثل ما أنها هي أوهام خطيرة لأنه ممكن اللي الشخص يترافق مع عدوانية وممكن توصل لجريمة موضوع قتل وضربنا مثال عليها فيه الأوهام الأوهام الكنترول وهي اللي بتكون موجودة تعبر عن مرض نفسي أو اضطراب نفاسي يعني سايكوز الشديد اللي هو فكر اللي الناس عبتتحكم بأفكاره يعني هو الناس أو في قوة خارجية تقدر تخليه فكر شلون ما بده هي وليس هو يعني هاي الأفكار اللي هو عبتتحكم فيها هاي ما هي أفكاره هي في قوة خارجية أو أشخاص عن طريق أمواج غير مرئية اللي عب خلوه يفكر هذا التفكير هاي ما هي أفكاره تمام اللي أوهام الكنترول اللي حب نسميه والتحكم أو أوهام بس الأفكار اللي الأفكار اللي هو فكرة اللي كل الناس بتعرفه يعني هو زي ماشي بالشارع شو عبتفكر اللي هو بتوهم اللي كل الناس عبتقدر تقرأ أفكار وأهوام أوهام مثل ما أنا بس أو يزاعد أو يزاعد الأفكار وهي أوهام طبعا هي أوهام تعبر عن مرض نفاسي خطير أو شديد اللي زواء الشخص واصل لهي المرحل طبعا رح تقوله بالمحاضرة في عنا تقريبا شي خمسة عشر توهم بس نحن حكينا عن أو شرحنا اللي تقريبا أكتر موضوع التوهمات اللي بنشوفها عادة اللي بنشوفها عادة في التوهم التوهم الغريب أو التوهم البيزار اسمه انه هو التوهم غريب سخيف واستحيل تصديقه يعني مثلا بقول لك أن الشخص هو حب القمح بقول لك المريض أنا حب القمح يعني هذا مثل ما أنه شي غريب وسخيف واستحيل تصديقه فأني هاي توهمات بنعتبرها مثل المرحل التوهمات الغريبة أو فيه مثلا بقول لك انه فيه اشخاص من الفضاء أو أشخاص فضائيين اللي بقدروا أو بقدروا بتحكموا بأفكاره أو بقدروا بحطونه شي جوا أفكاره أو بسلبوا أفكاره فهي التوهمات البزار أو التوهمات يبقى لك يستحيل تصديقه فمعلاته التوهم أو التوهمات شغلة أساسية بالنسبة بالأعراض والعلامات المهمة جدا بالإضطرابات النفسية اللي يقولنا شو تعريف أمر مهم سواء كانوا شو اسمها بالإنجليزي شو تعريفها شو أنواع التوهمات كل كلمة بتعريف التوهم مهمة وشو أهم التوهمات اللي ممكن تكون موجودة عند المرضى اللي عندهم إضطرابات نفسية أو نفسية العقلية طبعا هاي بالنسبة بوضوع التوهمات وقالنا شون طريقة التعامل با هي التوهمات تمام طريقة التعامل با هي التوهمات أمر مهم جدا اللي نحن نازم ناخد موقف الحياد وما بصير أنا أحاول أقلع المريض اللي هذا حكيه هو عبارة عن توهم وتخريف وأنت مريض وأنت فصلت وأنت وأنت مخصوصي مثل ما أنا خلال المرحلة الحادة لألي هذا التوهم هو مثل ما حكينا هو اعتقاد خاطئ ثابت غير قابل للتصحيح أو غير قابل للملاقش تمام هلأ رح نحكي عن اضطرابات الكلام اضطرابات الكلام اللي حكيناها بس هاي الأفكار مثل ما حكينا اللي فيه عندنا بالنسبة للتفكير فيه اضطراب بالمحتوى واللي هو هدو الشي التوهم اضطراب أنا نحكي على شيء اسمه اضطراب الوجرة اضطراب الوجرة أو شكل التفكير اللي مثل ما قلنا الأفكار شلون أنا دع أعرف اللي هذا موضوع الشخص اللي الشخص بعرف أفكار عن طريق الكلام طيب عن طريق موضوع الكلام عن طريق موضوع الكلام فهون اللي اضطراب المجرة شكل ومجرة التفكير بنلاحظه من خلال كلام المريض يعني بنلاحظه من خلال كلام المريض يعني بيشوف بنقول هذا الشخص من خلال كلام المريض أنا عمشوف هذا الشخص عمحكي عمخربت بالحكي يعني أحنا بمسأل الأهل أو المريض بقول لهم اقول لهم ام sy게 مسلا يتلاقون لهم فيه كلام وفيه شيء أو عبقربت بالكلام هاي بالعامية يعملوا ل��들 شون يعني دكتور عبقربت بالكلام قل لهم ايه دكتور عبقربت بالكلام بس شون يقول لهم يعني كون عبحكي موضوع وفجأة بحكي بغير موضوع بنقول لهم غير موضوع ايه تمام دكتور يعني احيانا بكون عبحكي مثلا اني على شغلين وفجأة اللي بحكي على غير شغلة ما لا علا بالشغلة الأولية يعني بقول لك اللي اللي هاي تطاير الأفكار أو flight flight of zones يعني أن التطاير الأفكار هو بحكي موضوع فكرة هاي الفكرة اللي بحكي مفهومة بيجي بحكي بنقول لفكرة تانية كمان الفكرة التانية مفهومة بس ما في رابط ميناتهم منطقي ما في رابط بين هاي الفكرة وهاي الفكرة دون وجود رابط منطقي بيناتهم يعني هاي اسمتها طاير الأفكار أو flight of بالنسبة موضوع للأفكار يعني بقول لك أنا كنت طالع بالبيت وأنا طالع بالبيت نزلت أشغل موضوع السيارة ونزلت أشغل موضوع السيارة ما اشتغلت معي السيارة ما اشتغلت معي السيارة أول تبيرحة بالليل أجت مرت عمبي لعنة وأكلنا أكلنا مخلوطة وين كنا وين صرنا flight of idea عم بيحكي فكرة هاي الفكرة إذا خدناها لحالة مفهومة أنا طلعت بالبيت وحاولت أشغل السيارة وما اشتغلت معي السيارة هاي الفكرة مفهومة وأجت مرت عمبي لعنة أول تبيرحة وأجت مرت عمبي لعنة وتعشينا مخلوطة كمان هاي لحالة مفهومة بس شو ربط أني طلعت أنت الصبح حاولت أشغل السيارة وبعدين حكيت لي على فكرة تانية باليومين إجت مرت عمك لعنكم وتعشيت ومخلوطة تمام فهو تقل من فكرة للتانية بس ما في رابط بين هدول ما في رابط بين هدول الفكرتين فالتطاير موضوع الأفكار تطاير الأفكار هي مثل ما ألا بالاضطرابات شكل ومجرى التفكير هي flight of idea اللي بتقل من فكرة للتانية تمام بتقل من فكرة للتانية بسرعة بس ما في رابط منطقي بيناتهم رابط منطقي بيناتهم هاي أكتر شيء يشوفها في مرضى البينية مرضى الهواس أحيانا مثل ما أنا بيشوفها في مرضى الهواس ممكن اللي بقال لك في شيء اسمه كمان من اضطرابات الشكل والمجرى هو البلوك أو حصار الأفكار يعني كون هو عم يحكي على فكرة ما نهها بعدين بوقف يعني بكون مثلاً عمقول أنا مثلاً أنا عدي أنا بتزوج وعدي أربع أولاد وأسماء أولادي محمد وأحمد وسبير بعدين بوقف بعدين بوقف بوقف هيك بعد توقف وجيز بعدين بيجي بقول أنا إيش كنت عباحكي على إيش كنت عباحكي شو ايش كنت عباحكي ما بوقف نتذكر ما بوقف نتذكر هذا اللي نحن نسميه بلوك بلوك بصير بلوك بالتفكير فهو حصار أو حصار التفكير وهو علامي مهمة جداً عفكرةه علامي مهمة جداً بشوفه أكتر شيء بالمرضى سكيزوفرينيا مرضى سكيزوفرينيا يعني هذا التوقف يعني هو مثل ما أنا كان عباحكي بفكرة توقف كأنلي مخه صار فاضي فاضي بصفر مخه بلالأفكار أو بالأي شيء وقف مخه صار فاضي ليكمل مخه فاضي إيش كان عباحكي ليش ما ما بتذكر شو كان عباحكي أو شو كان الحديث قبل ما يوقف هالتوقيفة أو صير مخه فاضي أو هاي البلوك مثل ما قالنا هاي البلوك هي حصار الأفكار فهذا اللي بدنا بعبر عن الفصان بشكل بشكل كبير إذا شفتوا هذا إذا شفتوا هذا الشيء طبعا في كثير طبعا تقربوا بالمحاطرة وهو شرط اللي أحكي على انكل في شيء بنحق نركز على المهم أو الشيء المهم اللاحية العملية اللي هو بقول لك الابستراكشن الابستراكشن أو التجريد برضى الفصان برضى الفصان بكون عنده التجريد مادي يعني شو التجريد مادي بتعطيه مثل شو بتفحص التجريد يعني بتعطيه مثل للمريض وبتقول له شو بعلات هذا المثل يعني بتقول له عصفور بالإيد أحسن من عشره على الشجرة عصفور في الإيد أحسن من عشره على الشجرة يعني تقول له إذا قلنا لك مسألة عصفور في الإيد أحسن من عشره على الشجرة شو معلاته أو شو بتفهم من هذا المثال وبقول لك يعني عصفور بالإيد وعشره على الشجرة إيه يعني شو شو هذا المثل أو هذا الشي لا إيش بضربه إيش معنات هذا الكلام وبقول لك عصفور في الإيد وعشره على الشجرة فهو عدم فهم اللي احنا بنقول هو لما بيب يعني في مسألة يعطي مغزة أو معنى لهذا المثال فهو ما حب تترك الفوارق البجازية للكنام فهذا عبفها بالكنام بشكله الحرفي ببعلاه الحرفي يعني عصفور وإيد وعصفور وعشره جرباء اسمع عبفها باللي شو التعبير البجازي لهذا المثال أو هاي الفوارق البجازية لهذا الكلام فبقول عنده هذا التجريد بادي التجريد التجريد بوضوع بادي تجريد بوضوع بادي بسهلا بقول له اللي اللي بيته بنؤزز لا يرمي الناس بالحجارة شو باعناتها بقول له ليش هذا البسال بضربوه بسهلا أو شو باعناتها البسال فبقول لك اللي هلة بعلاتها اللي البيت ومن الزيز لا يرمي الناس بالحجارة اللي بكسروله البلور تجريد مادي مع بفهم العالي المجازية أو معل المجازي للكلام وهذا طبعا بيشوفه مع برضى بشكل أساسي مع برضى الفصام فالتجريد اللي هو من الطرابات طبعا من الطرابات المجرة بجرى بوضوع الكلام بيشوف اللي برضى الفصام أو مرضى الزهام بكون عندهم التجريد مادي يعني مثل ما أنه بتضرب له مثال هو ما بيعرف يفسره مثلا بتقول له على قد بساطك من تجريك شو معناته هاي بقول لك بساط واجريد بقول لك يعني اللي طبعا تجريد وما ومادي بقول لك يا أخي اللي انت على قد مثلا يعني انت شقد فيه معك صروف معك مثلا بيت ألف صروف عقده البيت ألف معك مثلا عشر تالف صروف عقده الاشر تالف بوت صروف عقده البيت ألف هذا الشخص النوربال أو الطبيعي ب�oplan cute الشخص اللي عنده في صاب monarch ومشكلة بالتفكير ما هبع فهم البعنى المجازي لهالكلام بفهمه ببعنى الحرفي مثل ما قلنا اللي والله فيه بساط يعني اللي بساط واجرين يعني اللي بد البساط الشطح على البساط وخلي اجريك على البساط ما بفهم شو بعنى أو الفوارق المجازية من المجازية بوضع لهالكلام حكينا على مثل ما قلنا زرع وسحب الأفكار وهي الاضطرابات الكنترول وهي بتشير مثل ما قلنا لمرض زهاني شديد إذا شفناها عند هذا إذا شفناها عند هذا موضوع الأشخاص طبعا بتقرؤوا هاي تقريبا نكون هيك استعرضنا أهم الاضطرابات شكل ومجرى التفكير بالاضطرابات بالإضافة الاضطراب محتوى التفكير اللي هو الديليوجن وهي أعراض مهمة جدا بالأعراض اللي بيشوفها في الطب النفسي وشو طريقة التعابل التعابل بعد هلأ رح إذا في شيء قبل بأن ننزل على موضوع الهاليسوليشن أو الأهلاسات إذا في أي سؤال أو تعليق قبل بأن ننزل على الأهلاسات إذا الأسئلة أميركية طبعا التوهمات بيجيك مثلا ممكن يجيك باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية مثلا بألك كل ما يلي يعبر عن فلايت أوف آيديا آيدياز يعني فلايت أوف آيدياز إذا أنت ما بتعرف شو فلايت أوف آيدياز ما رح تتعرف شو شو نتجواب على السؤال أو حتى لو كان سؤال أميركي يعني بسألونك كل بيانية ترافق مع فلايت أوف آيدياز يعني هي تطايل الأفكار مثلا بقول لك هي بنقول تتابع في الحالات الشديدة اللي الكلام يسمح غير مفهوم أشياء ما تكون في الهواس نحن ممكن نحط لك أشياء ما تكون مثلا في الفصام تمام الجواب الخطأ هو مثلا اللي أنت أول شي لازم تعرف شو هاي الكلمة بالإنجليزي عشان تعرف الجواب عليها وممكن اللي الجواب الخطأ هو اللي أشياء ما تكون في الفصام هي بالهواس فممكن يجوا هدول اللي لأعراض والعلمات اللي يجيكم إذا كان الأسئلة أميركي يعني الأسئلة جواب احتمال واحد يجي هيك نص السؤال أو المصطلح هو بالإنجليزي ويجيكم تحته اللي خمس أو أربع أربع وخمس خيارات بينتهم واحد ممكن يكون واحد خطأ تمام يعني هاي بالنسبة لممكن طريقة استعراض هاي الأعراض والعلمات كأسئلة إذا كانت الأسئلة بتبعينا أميركي طيب في أي سؤال أو تداخل أو تعليق قبل ما نحكي الفقرة الأخيرة بمحضرتنا اليوم واللي هي البرسبشن أو الإدراك أنتوا معلموا هيك فاطمة فاطمة غنيبة معنا فاطمة دكتور معكم فشو رأيك بالشي اللي حكينا شي جديد عندكم شي فقرة لو اللي من الحياة العامة بالنسبة للشي اللي حكينا بالنسبة للدليوجن والتواهمات وأنا بشوف البنات هني أكتر متابعين وكونوا بحضروا محاضرات بس بالعلامات بشوف الشباب بجيبوا علامات أكتر ليش ما بعرف حتى بوضوع بالشباب بالعلامات بغلبوا البنات ليش ما بعرف لنسبة الحضور عادة أنا بحكي على تجربتهم بإدلب يعني نسبة الحضور والتفاعل بتكون من البنات أكتر بس لما بنجي على الامتحان والتصحيح وبتصدر النتائج بيشوف أعلى العلامات هي عند الشباب وليس عند البنات ليش ما بعرف يعني اللي البنات ما عندي بكونوا اللي بحضروا بتفاعلوا وبوجودين وبتابعات وسب الفحص الشباب بجيبوا العلامات لأكتر أو الأعلى طيب أنا رح أكمل رح أكمل شبابنا أخذ من وقتنا هو أتكون رمضان معروف اللي الوقت أصير وخصوصي بعض الأفطار وأسناء النهار ما أخرج واحد يساوي شيء فما حين أخذ من وقت تكون أكتر نحكي عن الفقرة الأخيرة بمحضرتنا اليوم اللي هي البرسبشن أو الإدراك الإدراك هو الإدراك يعني كتعريف لحل شون ندرك العانب الخارجي ندرك العانب الخارجي عن طريق الحواس يعني أنا بدرك المسيرات أو المنبيهات أو العانب الخارجي عن طريق الحواس هاي الحواس اللي أنا بحولها نبعاني وبعلوبات طيب شلون أنا بدرك مثل ما أنه عن طريق الحواس أي شيء بصير عن طريق الحواس أو بصيب الحواس هو اضطرابات الإدراك الحواس معروفة الحواس موضوع الخمسة اللي ندرك فيها العانب الخارجي اللي هي السمع والبصر والشم والزوق والنبس اللي هي بندرك مثل ما قالنا فيها العانب الخارجي ومنحول هال المنبيهات الحسية الوارد عن طريق هاي الحواس بالحولها نبعاني وبعلوبات طبعا هلأ شو هي الإهلاسات شو هي الإهلاسات الإهلاسات اللي هي مثل ما قالنا العرض الأساسي بالعرض الزهانية اللي بيشوفها اللي بيشوفها بالإضافة للتواهبات الأهلاسات هي إدراك خاطئ أو إدراك إدراك لمنبّه غير موجود يعني وبصيب طبعا الأهلاسات هي بتصيب الحواس موضوع الخمسة نصيب الحفاظ موضوع الخمسة اللي هي معناتها عدي إهلاسات سمعية إهلاسات بصرية إهلاسات لمسية إهلاسات شمية إهلاسات زوقية فمعناتها الإهلاسات هي إدراك حسي خاطئ بدون وجود ملبة يعني عبشوف شي بالأصل ما موجود يعني بيجي المريد بقول لك أنا عبشوف يا دكتور عبشوف فيه شياطين بتحكي معي أو فيه ملائكة بتحكي معي أو عبشوف مثلا لشخص عبشوف موضوع شخص شخص عبحكي معي عبشوف ابن خالتي مثلا عبحكي معي وينه ابن خالتك يا حبيبي ابن خالتي بس هو بألمانيا وانتهم بسوريا وعبتشوفوا هيك أنني قدامك وعبحكي معك فإدراك فالإهلاسات هي إدراك حسي خاطئ ما فيه منبه يعني ما فيه منبه خارجي ما فيه شيء ما فيه شيء محسوس يعني أنا عبسمع صوت إن فيه حدا عبحكي معي وبقول لي ساوي هيك وعمل هيك وما فيه حدا غيري بالغرخة وما فيه حدا غيري بعبسمع هذا الصوت يعني بقوله على المريض انت شو ممكن لحلسأل على الإهلاسات بقوله بتختبر شيء بأدنيك ماهو طبيعي بتحس إن فيه حدا بحكي معك بتحس إن فيه كأنني صوت في أدنيك عب بحكي معك سواء كان صوت مثل صفير أو نغمة أو موسيقى يعني بكون الأصوات المفردة أو فيه كأنني حدا هيك كأنني شخص بحكي معك أو فيه كأنني شخصين مثلا بحكوا مع بعضهم بس إنه كنا عبيحكوا عليك أو فيه شخص اللي بأمرك أو بقولك ساوي هيك أو عميل هيك أو أنت هيك أو بعلق على تصرفاتك بقولك ليش ساويت هيك ليش فتحت الباب ليش طلعت لبرة شوف هذا الشنون عبطل عليك شوف إيش بده منك ليش عبطل عليك هاي التطلعة الغريبة هذا مو أبوك هذا اللي هو ضدك روح ومقتله ممكن يؤمره أن يقتله ليش أنت عايش في هالدنيا ليش أنت ما حدا شي لك من الأرض كل الناس بتعتبرك مجنون أو بتعتبرك أني أنت شخص شخص ما لك إيمي أو شخص معدوم روح شوف حالك بالطابق التالت أو بالطابق الرابع وقتول حالك أو روح جيب سكينة وقتول حالك أو جيب مستدس وقتول حالك فالإهلاسات أو ما يسمى بالهالوسينايشن مثل ما أنه ما في عندك منبه إدراك حسي موضوع خاطئ دون وجود منبه ما في منبه خارجي ما في منبه موضوع خارجي أو ما في أي شي خارجي هو بحس فيه موضوع الشخص معناته هذا الإدراك هو إدراك شخص غير أو شي غير حقيقي وغير موجود غير موجود وبقوله شنون تفسروا الإهلاسات اللي لحلي قل له الإهلاسات أو هي الطرابات في الإدراك اللي حلي شنون بندرك العالم الخارجي عن طريق الحواس الخمسة يعني أنا لما بسمع صوت بسمع صوت بسمعه بإدني ومفسره وين بفسره الدماغ أنه هذا موضوع صوت مثلا صوت صوت مثلا قط أو صوت كلب أو صوت أبلك أو هذا صوت أبوك أو أو فهو عب تسمعه بإدنك تمام من الحواس الخمسة عب تسمع بإدنك وعب تفسر في الدماغ بقوله الإهلاسات هي بتنشأ من الدماغ وتفسر في الدماغ اللي يا أخي هي الإهلاسات كلها على بعض أشخاص مثل معنى ما يموجودة غير حقيقية خاطئة يعني شلون طيب هذا الشخص عب اسمع أو عب شوف أو عب بلموس أو عب تزوق شيء ما هو موجود تمام بقولك هي تنشأ في الدماغ وتفسر في الدماغ بينما الإهلاسات عفوا الإحساسات الحقيقية منبئ حسي حقيقي هو بنشأ من المحيط طبعا بنشأ من الخارج ويفسر في الدماغ ويفسر موضوع في الدماغ بينما الإهلاسات اللي هي غير حقيقية وغير موجودة وإدراك هي موضوع خاطئ بتداول الحواس الخمسة فيبقى لك تنشأ في الدماغ وتفسر موضوع في الدماغ وهيك طريقة موضوع الأسئلة عن الإهلاسات عن موضوع الإهلاسات مثل ما حكينا والإهلاسات أكتر موضوع طبعا أكتر الإهلاسات اللي أنا بشوفها أو بشوفها في الابطرابات النفسية هي الإهلاسات الأوديوتوري والأوديوتوري هي الإهلاسات السمعية الإهلاسات موضوع السمعية هي أشجع الإهلاسات اللي بترافق مرضى الزغان ومرضى الفصام وبقول لك أكتر من 40 أو 50% حتى 60% من الإهلاسات اللي بيشوفها هي الإهلاسات السمعية عند مرضى الفصام يعني مثل ما أنا فيه أنواع للأهلاسات الأهلاسات البصرية السمعية الزوقية الشمية اللمسية أشع هذه الأهلاسات هي الأهلاسات السمعية الأهلاسات موضوع السمعية اللي أنت بتسمع شيء خاطئ دون وجود مثل متكلم أو دون وجود مصدر حقيقي لهذا موضوع الصوت وأن الأهلاسات السمعية ممكن تكون معلقة تعلق على تصوطفاتك ليش ساويت هيك ليش قمت ليش حكيت ليش مثلا ما رحت مثلا ليش ما طلعت بره البيت ليش ما رحت على الوظيفة ليش ما اني هذا خليته يحكي معك هيك تمام بتعلق على تصرفاتك او اللي هي بتؤمرك قوم فتاح الباب قوم ضروم قوم اش اسمها قوم زدت حالك بالطابق بالطابق الثاني قوم جيب سكينه وضروم حالك اللي بتؤمره او اللي شوف ابوك هو عدوك ابوك هو مثلا هو سبب كل مشكلتك روح هو نيم روح مثلا روحوا قتلوه تكون اهلاسات مثل ما انها اهلاسات قابرة اللي معناتها الاهلاسات السمعية اشي على الاهلاسات معناتها هي غير حقيقية مثل ما انها غير موجودة ما في منبه ما في موضوع منبه حقيقي ادراك موضوع خاطئ ادراك خاطئ المنبه غير موجود وتفسيرها مثل ما انها هي اللي تنشأ وتفسر في الدماغ بينما الحواس أو الشيء بوضوع الطبيعي اللي هو ينشأ من المحيط ويفسر بوضوع في الدماغ الاهلاسات البصرية لما بشوف شخص عنده اهلاسات بصرية يعني مثلا بقولك أنا عمشوف مثلا عمشوف البلائكة أو أنا عمشوف نقط بضيئة دام عيني أو أنا عمشوف الشياطين أو إلى آخره لما بتكون اهلاسات الاهلاسات البصرية لما تكون موضوع الاهلاسات بوضوع بصرية أنا بشك أول أول شيء خصوص إذا ما يمترافق مع الإهلاسات السبعية بشك بشيء عضوي لازم أن فيه شيء عضوي عضوي قبل بقول إلي هاي الإهلاسات ناجبة على اضطراب موضوع نفسي وممكن يكون اضطراب زهاني أو اضطراب فيصامي إذن لما بشوف الإهلاسات البصرية وخصوص إلي ما تكون الإهلاسات البصرية معزولة أو إهلاسات بصرية غير مترافقة مع الإهلاسات موضوع سبعية اللي هي أشع مثل ما أقول إلي أشعي على الإهلاسات في المرضى الزهانيين أنا لازم أن فيه لأسباب موضوع العضوية العضوية قبل بقول إلي هاي الإهلاسات هي تعبر عن مرض زهاني هلأ لحلة فيه شغلي بهم كتير بسنا بالفحص بالفحص بوضوع الحالة العقلية أو الانترفيو لما لما عبرين عنده طراب نفسي أو طراب زهاني بقول له للأهل اللي بتشوفوا أبنكم بحكي مرحانه بتضحك بصوت عيلي أو ببكي لحاله هاي موضوع هذا السلوك اللي أعتبره سلوك إهلاسي يعني ما بقوله إيه دكتور بحكي بشوفه اللي خليه موضوع بحكي بحكي كأنلي فيه حدا قدامه عم بحكي معه أو ما بتشوف اللي صار يضحك لحاله أو يبكي لحاله هذا سلوك إهلاسي بعبر اللي عن اللي عن الإهلاسات اللي اللي موجودة عند هذا المريد ممكن هو المريد تسأله اللي فيه صوت في راسك أو فيه حدا بحكي معك أو فيه اللي حدا بأبرك أو فيه حدا بعلق على الصلاة وقولك لا ما فيه شي بس فيه شي اسمه سلوك إهلاسي مثل ما اللي بشوفه بيرك لحاله أو هيك ولا بصير بتمتم لحاله أو بقوله ببعده عنلي روحوا عنلي إيش بتكم منلي ليش أنتوا ليش أنتوا بوضوع جييني أو كأنلي فيه حدا فيه حدا باعه عم يحكي معه عم قيت له عم ياخده باعته معه فهذا السلوك إهلاسي ممكن اللي طبعا هو يعبر عن اللي فيه أصوات براسه أو بشوف الشخص مثلا بحط بحط بأدني سدادات أدنين أو الهيدفون دائما بحطهم بأدني اللي هو شان يشوش على هاي الأصوات أو اللي يخفف من هاي الأصوات الموجودة في أدني تمام هذا سلوك إهلاسي بعبر اللي فيه فيه أصوات موضوع في راسه أو اللي برفع صوت دائما بحط أغاني وبعلي الصوت أو بحط شي مثلا على البوبايل أو على الراديو أو أي شي وبعلي موضوع الصوت تمام اللي هو شان وغايته التشويش على هاي الأصوات اللي موجودة برأسه واللي عب تزعجه أو عب تقبره أو عب تعلق على تصرفاته هاي بالنسبة ووضوع للإهلاسات وهذا أمر مثل ما قاله السلوك الإهلاسي اللي بيشوفه كتير مع الاضطرابات مثل ما قالنا الاضطرابات النفسية والزهدية بشكل بشكل موضوع أساسي هلا أي سؤال أو تعليق على الشي اللي حكينا أنا تقريبا مثل ما أن المحاضرة هي كلها مطلوبة المحاضرة في حص الحال العقلية يعني كلها مطلوبة كلها بتنقرى ممكن كلها يجيب لنا أسئلة وخصوصي إذا الأسئلة أميركية نحن خلال موضوع المحاضرات وشان الوقت راح نركز أو نشرح الشيء من ناحية العملية يعني أنا ما راح أمر على كل فقرة في فقرتها وكأنني عم نقرى من المحاضرة المحاضرة بين يديكم فيكن تقروا على بها الكل بس نحن بنركز على الشيء الهام والشيء اللي لازم اللي يضل في بالكم أو شو باللاحية العملية بالنسبة للأمراض النفسية والعقلية أي سؤال أعطيك العافية دكتور بعد ذلك بالنسبة للإهلاسات ممكن نكون نترافق مثلا أكتر من الموضوع عن الشخص نفسه الإهلاسات مثلا أو إهلاسات بصرية ما في السؤال بس تعد لي هذه زكاتك نسبة للإهلاسات ممكن يكون مثلا عند الشخص إهلاسات مثلا سماعية وإهلاسات بصرية بنفس الوقت طبعا 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 طيب دكتور وبالنسبة للإهلاسات يعني هي طريبا نفسها هي مثلا الوسواس أو الوسواس جزء من الإهلاسات أو شيء بصر لا طبعا الأهلاسات غير غير موضوع الوسواس غير موضوع الوسواس تماما مثل ما تلك هو مع تقدم المحاضرات أو مثلا لما نحكي عن الوسواس القهري بصير فكرة واضحة أكتر عندكم أو لما نحكي عن الزهان أو الفصاب بصير فكرة واضحة طبعا الأهلاس بصير فيه خلط بين الأهلاس والوسواس بس كل واحد قلو صفاته وهي التبييز بيناتهم التبييز بيناتهم يعني بده خبره بده وضوح خبره وانت يعني حتى طريق طرحك للسؤال أو شلون استنباطك للسؤال حتى تقدر تمييز أني هذا هلس ولا فكرة ولا هاي فكرة وسواسية أو أفكار وسواسية عادة الأفكار الوسواسية هو شغلي الأفكار الوسواسية هي أفكار إقحابية متكررة معاودة الشخص بتجزم بإيش يجزم بإذ هي أفكار موضوع سخيفة أفكار لا يمكن هي بيعرفة أفكار سخيفة بيعرفة أفكار مبالغ فيها بس هو مجبر اللي يفكر فيها هذا الوسواس بينما الإهلاس لا الإهلاس هو بتأكد اللي هو يعني هو يجزم اللي هو عب اسمع صوت وهذا الصوت حقيقي أو هذا الصوت هو الصوت هو عب أحكي معه أو عب أمره وهذا الصوت عادة ممكن لهذا الصوت هو صوت يعني خارجي عنه مو بالأفكار ومو بالأفكار وبيضا الوسواس مثل ما أن الوسواس هو اللي الشخص هي باعتبر هاي الأفكار هي أفكار يعني مثل ما أنه أفكار مفرطة أفكار مبالغ فيها أفكار سخيفة بس هو مجبر اللي يفكر فيها يعني مثلا بقول لك أنا مثلا هو بجي موضوع فكرة عن مريض الوسواس ممكن جيب فكرة اللي ايديه بطلع مثلا بالتواليت خاصة ايديه ايديه بالنطفوق أو إني رجع مثلا مسكة التواليت ورجعت ايده تنجس أو إني طفت ضو فإيده مضوع تنجس فإجا هو شو بدي يساوي بيخسر بأخود بدي يخسر ربع ساعات للتربع الساعة أو بعد مئتين مرة حتى يخسر هو يعرف قرارة نفسه أني هذا الأمر مبالغ فيه أو مفرط أو هذا شي سخيف يعني ما هو معقول أنا بخسر إيدي مرة أو تنتين حتى يعني انتهت القصة شو ما كان فيهم اللي راحت هاي النجاس بس هو مضطر يكمل أو يخسر نتيجة هاي الأفكار مثل ما قال الإقحابية أو الوسواسية الموجودة فيه بينما هداك لا هداك متأكد اللي فيه حدا عم يحكي معه وهو عبسمعه وهو يجزر اللي هذا موضوع الشخص موجود اللي ما في حدا مثل ما قال ما ما في حدا عبسمع غير هو ما في حدا اللي عبشوف غير هو ففيه فرق كبير طبعا بين الهلس أو الإهلاسات وبين الوسواس وهذا مثل ما قلت لك يعني حتى ممكن الممارسين كتير حتى يخرطوا اللي لما بجيك المريض بحكي لك هيك شي عجب هذا هلس ولا هذا وسواس أو هاي أفكار وسواسية فبدا وقت بس مثل ما قال لك هو اللي بتزوب عادة هي الأفكار اللي هذا بعتبر هو الأفكار سخيفة ومبالغ فيها بس هو مضطر أو مجبر ما بييده غير إيراد إساوية يعني شي بغصب أو اللي هو مثل أن الأفكار إقحابية متكررة معاودة اللي ساوية وبتولد جد بينما هداك هو بتأكد اللي هاي الأصوات صحيحة ولي فيها حدا بيحتي معه وعب يأخذ ويأعطي معه وإلى آخر بنجي ضل نحكي على نقطة أخيرة من حضرتنا اليوم هي البصيرة الانسايت وهي مهمة جدا اللي هي الانسايت أو البصيرة اللي هي بتقول اللي هاي بتقول الشخص مستبصر ولا غير مستبصر وهي اللي بتدخل بالمطاوع العلاج الدوائي يعني البصيرة أنا مقول اللي شخص مو مستبصر أو البصيرة معدومة هو بقولك أنا ما فيدي شي أنا ماني مريض هل المريضين أبوي المريض إمي المريضة اللي جابوني هن المرضى أنا ما في لي شي وانا روحوا هن يعالجوا حالهم روحوا هن يداووا حالهم أنا ما بدي دوا بتقول له اني مثلا مريض بقول لك اي انا مريض طب قل له شو مرضك لازم يجيب عن الاسي اللي مو مكفي بتقول له يقول لك مثلا بتسألوا اني انت مريض بقول لك اي مريض بس ما بكفي هذا السؤال ما بكفي هذا السؤال ان هذا المريض مستفسر بتقول له شو مرضك بقول لك اي انا معي شرية معي حساسية معي شرية ومعي حساسية مفاصلي بتوجعني وما بدر ممشي لك يا حبيبي أنا بحكي أنت مريض أني عندك مرض عقلي أو مرض موضوع نفسي اللي هو اللي عم ساوي عندك هاي العراق فأقول لك أنا لا لو قال لك موضوع مريض أقول لك أنا مرضي عندي شرية عندي حساسية عندي روماتزم تقول لي بدك دواء أقول لي لا ما بدي دواء أنا ممكن أروع عند الشيخ يقرالي فممكن أنا شغلتي ماي عند الدكتور فشغلتي ماي دواء شغلتي أنا رقية شرعية أو شغلتي اللي أقرأ أقرأ أذكار الصباح ولا أذكار المساء تمام فهذا مريض عادة بكون غير مستبصر أو البصيرة عنده معدومة وهي بيشوفه اضطراب البصيرة أو البصيرة المعدومة وخصوصي عند المرضى الزهاليين أو مرضى الفصاميين اللي هللي ما بيلتزمه بالعلاج وما بيلتزمه بالدواء لأني هو بالأصل ما بيعتبر حاله مريض يعني هو شلون شلون بده ياخد منك الدواء وشلون اللي بده يرجع يراجع وشلون أصلاً هو أجل عند الدكتور أجل جايبينه خمسة أو ستة وجابوه غصم لعنه لانشان يعرضون عنده الطبيب أو جابوه عن طريق الشرطة وعن طريق الدفاع المدني أو 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 إلى آخره لأني هو ما بيعترف حاله مريض أو هو ظاله مريض أو ينكر مرضه بشكل كلي فهو إذا مثل ما البصيرة هلنقول عنده البصيرة معدومة فهذا البصيرة معدومة أغلب هدول يكونوا مرضى زوانيين ويحتاجون إلى استشفاء أو وجودهم في مشفى لأني مثل ما أن ما بيعتبروا حالهم مرضى ينكروا مرضى فشلون أنا ما لي مريض شلون أنا ما لي مريض بدأ أخذ الدواء ليش دق تعطيني الدواء هاد الدواء رو خدوا عنده أنا ما في إلي شي أنا ما لي مرضان أنتوا المرضانيين أنا 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 اللي بقول لك أنا مثلاً أنا رئيس العالم أنا رئيس العالم بديجي لعود دكتور ويقول له أنا 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 مريض في صام أو أعطي هاي الحبة هاي الحبة أنت أنا أنت لازم تكون تابع إلي أو أنا نبي أو أنا رسول هو عدفكر حاله رسول ورب العالمين عم بيحكي معه وكلفه برسالة بين أنت لا تجي تعطيه تقول له أنت مريض وتجي تعطيه حبة وتعطيه دواء فهي البصيرة وانعدام البصيرة من الأعراض المهمة جداً وخصوصه مثل ما أنا انعدام البصيرة اللي بيشوفها عند المرضى الزهانيين أكثر من تسعين بالمية بالمرضى الزهانيين بكون عندهم البصيرة معدومة تمام؟ بينما الأمراض النفسية بكون مريض مستبصر يعني الأمراض النفسية مثل مريض القلق مريض الهلع مريض الاكتئاب مريض البيتي أس دي مريض مثلاً مريض معه رهاب اجتماعي هذا الشخص بيعرف حاله مريض وبيعرف مرضه نفسي وبيحاجه لعلاج ويقول لك يا دكتور لو ما أنا بعرف حالي مريض ما جيت لعندك وأنا بقول لك أخد دواء بقول لك أنا بستعد أخد دواء ليش أنا لك أجيت لعندك شان أخد دواء أخلص من هالحالي فهو الحد اللي مثل ما أنا بقدر أنا بفرق بين الأمراض الزهانية أو الأمراض العقلية والأمراض النفسية عن طريق البصيرة البصيرة مثل ما أنا تسعين بالمية بالمرضى اللي عندهم اضطرابات عقلية وخصوصاً الزهانية يعني بكون بصيرتهم معدومة وهذا بيأثر على المطاوع بالعلاج اللي بكون غير مطاوعين للعلاج بين المرضى اللي بكون عندهم البصيرة موجودة هنالمرضى اللي معانونه من اضطرابات النفسية مثل الاكتئاب مثل القلق مثل البيتي أس دي مثل الرهاب الاجتماعي مثل الاضطرابات مثلاً الهيبومينيا فهدول هنه بيعرفون انه هو مريض وبقول لك أنا لو ما لي مريض ما جئت لعندك وأنا بستعد أخد الدواء أصلاً جاي شان أنا ساعدي أخلص منها الحالي بينما هدليك بالشقة الثانية أبداً 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 بيجوا لعند الطبيب غصباً عنهم لا عن طريق الأهل لا عن طريق الشرطة لا عن طريق اللي حدا مشتكي عليه ولا اللي اللي مساويين واحد اثنين ثلاثة تمام وبجي لعندك وبقول لك أنا ما لي مريض وما بدي أخد دواء وخلي هندي أخد دواء وأنا ما فيني شي تمام فهي البصيرة أو الإنسايد أمر مهم جداً بالأعراض اللي بيشوفها بيشوفها بالاضطرابات العقلية والنفسية مثل ما حكينا بالنسبة لمحاضرة اليوم اللي كل شي بالمحاضرة اللي كل شي بنقرره أو كل محاضرة بنحكيها فكل شي فيها مطلوب يعني هاي المحاضرة بحص الحالة العقلية كل شي فيها مطلوب الأسئلة ممكن مثل ما أنا إذا اعتمدنا الأسئلة الأميركية يعني متعدد الخيارات أو الإجابات ممكن يكون نص السؤال هو مصطلح بالإنجليزي مع دين الخيارات العدة خيارات الموجودة خمس خيارات واحد منه خطأ واحد منه صح تمام فهذا أمر مهم ونحن أثناء الكلامنا أنه ركزنا على موضوع الشي الهام الشي الهام اللي ممكن يفيدكم بالناحية بالناحية البراكتس أو بالناحية العملية شون أنا ممكن أني أقابل مريض عنده الطراب نفسي وشو أهم الأعراض والعلمات اللي أنا لازم أسأل عنده في في الفحص تمام فحص الحالة العقلية تمام نكون لهات المحاضرة لليوم في أي سؤال ممكن ناخد سؤال أو تعليق إذا في أي شيء بالأخوة أو بالأخوات إذا في أي سؤال أو تعليق أو استفسار قبل ما ننهي إذا ما في أي سؤال أو تفسير أو تعليق أو مداخلة بنلهي محاضرتنا اليوم على أن نلتقي إن شاء الله بالأسبوع القادم سبتنا موعد المحاضرة باتفاة مع الأخت آسيا على الساعة تسعة ونصف من كل يوم أحد إن شاء الله وبالنسبة للمحاضرة القادمة ببعتها لآسيا طبعا المحاضرات نحن ما رح نأخذ كل المحاضرات الموجودة المقررة في جامعة دمشق رح أنا رح أخذ أهم المحاضرات اللي بتهمنا وبتهمكم تمام ونركز عليها فالمحاضرة القادمة ببعتها آسيا قبل بوقت إذا أحد يحب يطلع عليها قبل ما نعطيها لأحد القادم إذا أحيانا الله الله أعطيك العافية بيعود والسلام عليكم ورحمة الله آسيا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة